وزي ما العالم كل يوم في جديد احنا كمان كل يوم عندنا جديد وجديدنا احيانا يكون من الحاضر واحيانا يكون من الورث بتاعنا ميراثنا العظيم المتجدد اللي طول الوقت نقول عنه كنزنا الاول احنا طبعا عندنا كنوس كتير في الشخصية المصرية لكن كنزنا الاول هو الميراث العظيم اللي احنا بنجتهد اننا نبقى شبهه ونحافظ عليه بكرة خبر جميل والاعلان عن تفاصيل لكشف اثري جديد اعلنت عنه البعثة الاثرية المصرية العاملة بسقارة وزارة السياحة والاثار اتكلمت عن الكشف الاثري اللي عبارة عن خمس مقابر منقوشة من عصري الدولة القديمة وعصر الانتقال الاول تفاصيل الكشفات اللي بتحصل في السقارة والبعثة المصرية الخالصة اللي بتطلع علينا الجواهر دي كل شوية تستاهل جدا اننا نقف عندها واننا نروح ونزور ونكتشف ونعرف ايه اللي بيحصل في بلدنا وايه تفاصيل هذه الكشوف المتكررة اللي على مدار السنتين اللي فاتوا كنوز كنوز حقيقية دكتور حسين عبد البصير المؤرخ الاثري معينا على التليفون مساء الخير على حضرتك دكتور حسين سقارة مش مكان بعيد او مكان ما كانش معروف لنا قبل كده يعني قد ما تقدر حضرتك اشرح لنا بطريقة نفهمها هو ازاي ده كشف جديد رغم ان منطقة سقارة معروفة انها من اهم المناطق الاثرية في مصر من عشرات السنتين يا طبعا منطقة سقارة منطقة سرية مهمة جدا وبعدين مترامية الاطراف وهي مكونة من قطاعات عديدة ولم تكتشف بعد يعني فيها اماكن السرية لم يتم فيها الخطر بشكل كبير وبشكل دقيق عن قبل طبعا احنا الحصير فيها بدأت من سنين يعني هونز اكتر من تزرحك تقولين 20 سنة او اكتر لكن هو الموقع في حد ذاته سريه وفيه عندنا جبانات عديدة من فترات زمنية متنوعة ما تزال يعني تنتظر يعني ايد الباحثين وعلماء الاسرار والمتشفين للضوح باسرارها والكشف عن كنوزها المتميزة زي الخمس مقابر الجداد واللي طالعين في غرب يعني سقارة بالنسبة لنا في الغرب بتاع الحرم بتاع الملك ميرن راعة ده من اسرة الاسرة السادسة من سقارة من عصر الدولة القديمة فدي خمس مقابر بس من هذه الجبانة لتخص هذا الملك وطبعا هي مقابر منكوشة وملونة وفيها دفنات وفيها لقاء سرية عديدة وهي بترقد ضوء على فترة الدولة القديمة وعصر الانتقال الاول وده بيؤكد ترانس أرضي بالنسبة لنا في الشمال هي زي اللقصر في الجنوب هي الجبانة الأساسية وجبانة مدينة من في من فيها كانت العاصمة بتاعة الدولة القديمة وعاصمة نصر عبر العصور فبنسبة لنا زي تيضا اللقصر في الجنوب هي سقارة في الشمال بالزبط طيب يا دكتر بعضنا مش قادر برضو يتخيل ايه فكر ايه الاعجاز في اننا نقول النقوش الملونة ما زالت بحالتها قد ايه ده اعجاز وقد ايه المفروض عوامل الزمن كان ايه اللي يحصل في هذه النقوش وهذه الألوان هو طبعا المصرين القدماء كان عندهم يعني في حركة الدولة تقولي الزمة ودقة بالشغل وكان عندهم فن ودع كبير جدا في رسم المناظر وكان في عدد كبير جدا من الفنانين ورؤساء الفنانين بيشتغلوا في هذه المناظر حيث تبصي مثلا في بعض المقابر غير المكتملة تلاقي النقوش مرسومة والفنان الأصل شغال وبعد كده بيجي الأستاذ بتاعه يعلم عليه ويقولوا لا اعمل كذا ووجه كذا وغير الاتجاه بتاع العلامة هنا غير شكل الراجل ده أو الست دي فهي كانت مدرسة كبيرة جدا من الألوان في حد ذاتها كانوا بيجيبوها من الخامات الطبيعية اللي موجودة في الطبيعة وكانوا بيعملوهم معاملة خاصة بحس أنها تفضل ستة كده ومبهرة على يعني مدار السنين زي ما حالك بتروح مثلا مقبرة نيفرتاري في هذه الملكات في الأقصر مقبرة توت عن خامون كل المقابر سواء بتاع الأفراد أو الملوك فبنشوف المعابد نفسها فبنشوف أديهم كانوا مبدعين وأديه كانوا عبقرة في رسم وتلوين هذه المناظر وهذه النقوش بإبداعاتها يعني نقدر نقول مهما يعني مر الزمن ما تزال تحتفظ بجمالها وألوانها البراقة اللي بتبهرنا وبتؤكد على عبقرية المصير القدماء وعظم تنزيل حضارة وإنجازهم وإخلاصهم الشديد في عملهم اللي هو ما يزال يبهر العالم إلى الأهم بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين عبدالبصير المؤرخ الأثري كشف سقارة وقبله كشوف عديدة في منطقة سقارة ودايما هتلاقي أنه في متن أي خبر بتقرأ عن الموضوع ده البعثة المصرية البعثة المصرية على مدارة 3 أو 4 سنين اللي فاتوا حققت نجاحات وكشوف عالمية بقى عندنا من الخبرات المصرية اللي طبعا مع كل الاحترام للبعثات الأجنبية اللي ما زالت بتشتغل في مصر بتشتغل على تطوير مواقع أثرية وعلى كشوف أثرية لكن البعثة المصرية عملت شغل مشرف وحقيقي يليق بالتاريخ اللي هم بيعلنوا عنه كل فترة بنترقب لمؤتمر إسلحة في بكرة إن شاء الله لوزارة السياحة والأثار ترجمة نانسي قنقر